اشتركوا في القناة تابعنا وانطلاقة طبعا شامبينز ليج وشفنا ماتشاط وشفنا نتاج مش متوقعة لكن اللقطة الاهم السنة دي هي عودة الجمهور لمدرجات اللي عامل حالة مرجعتنا للكرة الحلوة بتاعت زمان يبقى اسماء النجوم مهمة جدا والاندية والمنافسة والاجهزة الفنية كل ده على عينيه وعلى راسي مقدارش هنكيره لكن كل ده في وجود الجمهور مخلي المسابقة ومخلي البطولة في حتة تانية خالص نتكلم اكتر على انطلاقة شامبينز ليج وعلى ماتشاط النهاردة مواجهات من العارة التقيل مبارح كان فيه مفاجآت كبيرة الحقيقة ما كانتش متوقعة شرفنا النهاردة فيه السادسة الصاعد الواعد مينة ماجد اهلا يا مينة منوارنا والاطلالة الجديدة لأول مرة احمد مصطفى اهلا بيك يا محمد حبيب كنت نهار بنورك طبعا بداية كده بس قبل ما ادخل في تحليل وماتشاط تشامبينز ليج السندي مين مينة صعب لا اختار لي قولي واحد اتنين تلاتة وانا السنة الفتعة علمتني وانفعش اقول اسم واحد معلش 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 ممكن تختار حاجة من بعيد ب يمكن تقول لي يانج بوز ويانج بوز يعملها فأجيب لك الحلقة على طولك افضل او باير ميونيخ اقوى احمد انا منشستر والبايرد الأول سنة والبايرد والفرقة تانية تبقى من وجهة نظر مختلفة خالص تشيلسي بموقعها حاسه انها عملت موسم برغم انها اخذة درجة اوارة الوابع الأسنة العادية فتتبقى قوية جدا وممكن تصل لو دخلت في المجموعات القابلة النهاية كده. هتكسب البطولة. يعني انتم الاثنين شايفين انه بي اش جي ما عندهوش فرصة انه ينافس على الشامبيونزيجي السنة دي. انا تعليق على الحاجة واحدة. افضل بقولها ان لسه محتاج اختبر موريسيو بوشتينو. اه. اه. انا بحبه جدا. من قامة كان في ساو. هو مدارب كويس على فكرة. مدارب كويس جدا. مشكلتي رحيدة معي فكرة المنتاليتي بتاعته هلا تتغير من بعد الفرق كان بلع فيها ساو سامتون او توتنام ووصل فاينال معهم. لكن دلوقتي يبقى مع سكوات كامل. كان بيعاني مع توتنام والإدارة والصرف وكل الكلام ده. الحياة مختلفة تمام دلوقتي بسكوات شبه كامل. هنشوف. هنختبره في دور فرنسي مفهوضة وسهل النسبية. هنشوف هامل ايه بقى في الشامتونزيج ومتشاطر 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 ومتشاطر. انا شايف ان بريس سان جيرمان كوتر النجوم ده برضو هيبقى الموضوع فيه مشاكل كتيرة. وهيبقى نفسيات بقى. طبعا. هيبقى الموضوع صعب وكمان انت برضو هتلعب مين. يعني هتيجي برضو انت هتيجي على حد جامد. هتيجي لحد لعيب جامد. لعيب كبير في الملعب. يعني احنا لو قلنا ميسي ومبابي ونمار هلعابه الثلاثة. برضو كتر النجوم لان امبابي اصلا كان عايز يمشي. احنا طبعا شوفنا اخر يومين في الانتقالات. امبابي كان عايز روح ريال مدريد. وهما طبعا تعمدوا طبعا هما ميمشيش طبعا. لان ناصر خليفي كان عايز رقم معين. هو قلب الظبط ان عايز الرقم اللي انا دفعته في مبابي. ده الريال سمعت انه وصل عرضه الانتين مليون. هو امتين. هما كان عايزين الرقم ميتين وعشرين مليون يورو. كنت بس ألبينا المرة اللي فاتت كانوا باعوا امبابي بانتين مليون وجابوا رونالدو يلعب مع ميسي. ما نقولنا كده والله. كان نفسنا كده صراحة. طيب خليني اخدكم للمان يونيتد. نبتدي بالمان يونيتد اللي بدأ في الدولة الانجليزي بداية قوية جدا. رجوع رونالدو تحسوا كده كمل شخصية البطل اللي افتقدها المان يونيتد اللي مدة يعني سنين طويلة الحقيقة وكان بيحاول يرجحها. فشلت نجوم كتير انها تعمل ده. يبدو انه لقوا المعادلة في رونالدو. لكن فجئنا بهم مبارح مع يونج بويز السويسري فريق يعني مش من الفرق القوية في اوروبا. خسارة بنتيجة اثنين واحد. واول حاجة حب ابدأ برقم. انا بحترم الارقام وشوف ان الارقام عادتها مبتكذبش. سولشاير 11 ماتش مع مانشستر رونالدو في الشامبينز ليج. سبع خسائر. السبع مكاسب. سبع خسائر. منهم ماتشات شابه دي قدام بشاك شير فريد توركي وغيره. هنتكلم انه يمكن مانشستر رونالدو الصيف ده. احنا كنا بنتكلم انه ده. يجي ايوروبا. سببت. اسم المدينة دي استكمال الكامل عزيمي بقى فيه. سنة منشستر رونالدو الصيف اعمل واحد من افضل المركاتوس في التاريخ فعلا. فضلهم العيب واحد محتاجين وعيب نص مالعب دستروير. ده الشيء اللي يفتخدوه. ويمكن عندهم سكوت مكتومني اكتر سيعرف العباد الدوردو. اماتيتش فرضو. مهم جدا. فكرة كلها في عنصر السن. فانا في رأي ان الحاجة الوحيدة اللي سهل تنقص فعلا. مانشستر يونيتد هي مدير فني. سلشير في رأيه إداري ناجح جدا. اسم أصغر من مان يونيتد. لسه محتاج الخبرات. ما ضربش غير مولدة هناك في النرويج. وصحيح عمل معهم من نتاج كويسة وكاس معهم الدوري. واحد من طلعه إلينج هالند لك. ولكن بتكلم إنه إداري ناجح جدا. هو راجل بيعرف يتعامل مع الفريق. وبيعرف يخلي الناس ذي كلها بتحب بعض. زي ما هم كانوا هناك في إنجلترا. هذا كلام ما عنده كورة؟ ما عنده كورة. ومدرب في رأيي ضعيف جدا في إدارة المنشطة الكبيرة. والفريق ده اللي أنقذ سلشير كتير لعيبته. لعيبته أنا في رأيي هو أكتر سكواد عنده حلول فردية. لما يكون عندك راشفورد وعندك برونو فرناندز وعندك بوكبا وعندك جرينوود اللي الصاعد. يعني اللي بيعمل له جات خرفة. وسانشون لسه جاي لك. ورونالدو. فكل النقط دي بيتوديك في حتة واحدة إن اللعيبة أنقذت سلشير كتير. ونقطة الطرد دي بالذات مهمة لأن سلشير اختبرناه مع الطرد كذا مرة. السنة اللي فاتت مع شاكشير كماترود من واحد وخسر. مبارح يونج بوي خسر. في الدوري نجيز السنة اللي فاتت ماتش توتنم الستة واحد بعد طرد أنتوني مارسيل. كانت نتيجة كارسية بالنسبة له لما برضو فقط لعيب. غير فاينل السنة اللي فاتت في اليوروبا لك. سلشير مش بيعرف في دير المتشوات الكبيرة. محمد. بما أنك مراش تحلماني يونايتد يوسر فخليني يسمع رأيك في ماتش إمبارح. مختلف مع ماتش إمبارح طبعا يعني ليه ظروف تانية خاصة إن فيها حداث كتيرة حصلت في الموراة طبعا. أولا هي مشكلة سلسكوهير بس إنه هو بيعمل روتيشن في أوقات حاسمة. يعني أنت دخل بطولة أوروبا طبعا ففي أول لقاء لازم طبعا تبقى أول طبعا تلاتة بنت مهمين جدا. أنه يبدأ بنفس التشكيل وهو مبارح لعب في التشكيل كتير فبدأ خلى شكل منشستر رونايتد برضو في مشكلة في نص الملعب لأنه بدأ ببجبة غير مركزه من رقم 6 خلاه رقم 8. فطبعا هنا دي كانت مشكلة مبارح في الملعب وطبعا الطرد اللي حصل في الشوت التاني ده أثر على منشستر رونايتد وبدأ هنا بدأ الفجوة كمان لما اضطر يخرج كريستان رونالدو. لي أنا رشحت منشستر إن كريستان رونالدو زي ما حدك قلت إنه هو هيديهم الشخصية البطل. فأسوأ سكواد بقاله سنتين السلسكوات أنا شايف أنه هو وصل بهم لمرحلة مهمة جدا هو ممكن يكون محتاج وقت لكن الوقت ده كفء لأنه يتواجد المسؤول. طبعا أنا شايف أنه هو كفء يعني أنا مختلف معميلة في حتة دي إنه هو مدرب في وقت اللي فيه السكواد كان ضعيف جدا إحنا كنا شايفين فريدت منشستر يعني اللعيبة طبعا مش 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 جديرة أنها تلبس فانيلة منشستر. دلوقتي طبعا السكواد مش طبيعي. أنا مش بختلف معه أنه هو مدرب بناء وعمل فعلا ده أعتقد ده أفضل سكواد من أمسير ألكس لكن هو مش مدرب الحصاد. غير دلوقتي كل اختراب بتاعته بيه الشخصية. طيب عايز أعدي بسرعة معاكم على ماتشاط إمبارح عشان نتكلم بقى على ماتشاط النهاردة بس خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. وخصوصا النهاردة ماتشين من العيار التقيل زي ما قلت لحضراتكم. لا تلات ماتشاط بعشان في ماتش التالي فاننسيتو. هلينتكلم أكتر بالتفصيل فسا دي سمع حضراتكم بس بعد الفاصل. موسيقى يعني مين كان يصدق أن يجيوا مع البرسة يبقى بيعاني المعاناة دي. يعني أنا بتكلم طبعا على إنه مبرح عشاء البرسة اللي كانوا في كامبنو. بالتأكيد كانوا رايحين بيفكروا إنه إحنا عايزين ناخد بطرنا. التمانية لسه وجعانا يعني وجايلنا باير منشن على ملعبنا بقى. في الله بقى فيروحوا شايلين ثلاثة. يعني الحقيقة كانت صدمة كبيرة جدا لعشاء البرسة مبرح. نتيجة مينة شايفها متوقعة. نتيجة يعني أعتقد أن الجمهور برشنون فوت تبقى سعيدة بالنتيجة دي. ده أحسن الزرور. تصد مع الرقفة يعني. أقل الأضرار. ده أقل الأضرار الممكنة. يعني مبرح خلينا نكلم عن البايرن. مع مدير فني جديد طبعا بعد ما فليك ميسك متخب ألمانيا. جوليان نايجلزمن. من المديرين الفنيين الممتزين كماسك ليبزيج قبلها. مدير فني بيعتمد على الاستحواز الكامل. ولد على فكرة. ولد. وأنا أتوقع من دلوقتي أن هذا يكون بديل بيب جوارديولا لما يبطل. أو يسيب في ثلاثة عشر. لا تفق معاك إلى حد كبير. لا تفكر جدا فعلا. فهو بدأ برح بالأربعة وثلاثة واحد. يعني كما رايح ناس كثيرة. ما كانش بدأ بجنابلي. ما كانش بدأ بسيرج كومن. يعني أعتقد أن هذه كل شيء كويس. في مصلحة برشلونة. ناحية الثانية لبارسة ثلاثة واحدة أربعة وثلاثة. يعني كومن بيعاني. والإدارة بتعاني. والذي خليني بصراحة. ما سيفك من كومن ولا ده الجمهور بيعاني. الجمهور بيعاني. الجمهور بيعاني في برشلونة. يعني الإقليم كله بيعاني حاليا. لكن الغريب بالنسبة لي كانت التصريحات القبل الموتش. رابورت طالعا بيروك عندنا. طرحي لسه حسابات عايزين نصفيها مع البايرن. واللعيبة تقول لك احنا نسينا ده في الماضي. احنا جينا خوب بطارنا. ما شفتش حاجة من دي الحقيقة في الماضي. والأرقام ما بتكذبشه برضو. طيب أحمد تستعرض لنا الأرقام كده. الإحصائيات والجداول بتاعت المباراة. ونشوف كده مباراة أو مواجهة البرسا والبايرن بالأرقام. طبعا المباراة متاهت ثلاثة صفر. الفرص؟ الفرص طبعا سبع فرص فيه منهم ثلاثة كان حقيقين على المرمى. بالنسبة لباير مونيخ. وبرشونة طبعا هي فرصة واحدة. ولكن لا كانت حقيقة. كانت تغخير الدنيا كثيرا. الهدف المتوقع طبعا 2.1. وبالنسبة لبرشونة 24. نسبة لإستحواز طبعا ودي طبعا يعني كده باير مونيخ عامل واجب مع برشونة 52.48. يعني كان في مطش الثمانية كان أكثر من كده. كان أي فريق مهما كانت الأسماء اللي فيه ومهما كانت النجوم اللي فيه. كنت كيب اجوان. بس استحواز إنسا. بتلعب مع البرش خلاص اللي فيه. الاستحواز ده مفيش خلاص. التامنات الصحية طبعا 90% من 521 إلى 582. نسبة لدقاءة 90%. 90%. بالنسبة لبرشونة طبعا برضو نسبة التامنات 90%. من 496 إلى 550. بالتصوبات 17 في منهم 8 على المرمى برشلونة في 5 ولا 1 على البرمى طبعا والعرضيات 7 على البرشلونة و6 على البرشلونة والركنيات 1 على البرشلونة وبرشلونة 2 طبعا نسخة ميسي إنيستا بيول داني ألفش ديفيد بيا الناس دي بس هتغير الاسمين اللي فوق جاده يعني هتجيب برشلونة على اليمين وتودي برشلونة على اليمين وتودي برشلونة على الشمال ده كان الطبيعي لو أنه حتى في الفترة دي برضو البيرن كذبوا ماتشين الأربعة والثلاثة واربعة بتاعت فرانك ريبيري وروبين واحدة من المتشطة الشهيرة جدا بس دي كان تبقى اللي هو فيه سجال يعني فيه حتى مبراه فيها سجال بزبط أنا عايز أعلى بس على بالنسبة لبرشلونة يعني في حاجة بسيطة الناس بس اللي بتقول إن برشلونة يعني النتيجة المتوقعة أنا بس أعلى على حاجة يعني هو كومن ما كانش متفاجئ بالنتيجة أولا الجمهور برشلونة بس لازم يقتنع بحاجة مهمة جدا في العالم كله إن برشلونة كومن ده أصلا مدرب هو لو بصنا على الأول ما مسك هو متفق إنه هو بيبني فريق الناس بشيء تتقبل فكرة إنه هو هيبني فريق لو بصنا حتى على اللعيبة اللي هو بيجيبها وهو بالنسبة له مسي يعني من أسباب الرئيسية اللي راحل مسي هو كومن على فكرة يعني الناس كلاك كلمة هو السؤال الحقيقي اللي لابد إن إحنا نسأله إزاي أن ده كبيرة جدا في أوروبا وده موضوع حلقة طبعا مش هاخدش خطوصيله بس ممكن أخد عناوين منكم إزاي فرقة كبيرة كده تتعرض لهزات فتقع تغيب لسنين طويلة يعني تعالى بص الميلان لما كان بوعب أوروبا مثلا وكان عفريق الشامبيونز ليج إزاي ميلان متقاقر وبيعين إزاي مانشستر نهايتت بعد آليكس بيكسن بعد فترة كبيرة وبرده كان واحد مسيطر وعلى فكرة جاب مدارب كبار منشستر يعني جاب مورين هو وجاب حتى مدارب أولندا إزاي برشتونة؟ إزاي بيحصل الدروب وتروح في الغياهب ومتعفش هترجع على مش هترجع تالي برشتونة بالذات هي سوء الإدارات سوء الإدارات تميه كان هو ده يعني المصمار اللي في النعش باللي عمله باللعيبة اللي جابها ومسايا في المرتبات المجنون اللي حطوا في النادي طيب عشان وقتنا ندخل في النهاردة شايف أنه ماتش بجامد قوي انتر ميلا وريال ده ماتش قوي جدا الريال بيمر بفترة طبعا بعد أنشلوت فترة انتعاشة مهمة جدا أنشلوت مدارب كبير يعني مش هزول من أحلى الحاجات اللي عملها بريس في الفترة الأخيرة أنه عمل حاجات كثيرة سيئة طبعا يعني عدم تجديد راموس ورحيل طبعا لعيبة كثيرة زي فران برضو يعني خط الظهر كله تقريبا ميشي من ريال مدريد لكن الريال لو تفرجنا في الدارة الأسباني بيلعب كرة جميلة جدا وممتعة والماتش الأخير حتى مع سلت فيجو لسه كاثبان خمسة اثنين مرشح مرشح طبعا طبعا الريال هيفضل طرق عمر مرشح لأنه هو عنده شخصية البطل الأندية الكبيرة مهما تكون فاسو حالاته أنا في يورو مثلا نحكي موقف صغير بس في اليورو طبعا مش أقول نسبة الاثنين في المئة قبل البطولة أنا رشحت طبعا يعني دايما مرشح إيطاليا من ضمن ثلاثة لازم يكون موجودين اللي هي تاخد البطولة مع أني إيطاليا بقى لها فترة سيئة مجاتش طبعا لكن إيطاليا هتفضل طرق عمرها عندها شخصية البطل اللي هي تقدر تكسب البطولة الشخصية دي موجودة عند اللعيبة عند هناك إيطاليا إيطاليان عندهم إحساس دايما عاملين زي احنا دايما عندنا أنا حاسين أن النادل أهلي طبعا جرينتا جرينتا فتلاقي إيطاليا نازلين مش بلعبوا كورة دا نازلين بيقتله فإيطاليا طبعا ممكن ما تكونش هي أمتع فريق ما تكونش أسوأ لكن مانتشين يغير طبعا على الفكرة طيب مينة قبل مروح لفاصل الماتش اللي أنت مستنيه برضو متفق مع أحمد إنتر والريال ولا في ماتش تاني طبعا بس في ماتش تاني النهاردة كتيرة حلوة لسه ليفر بول عايزيني بأن نتكلم عنه تشيستر سيتي النهاردة ولايبزيك في ماتش كورة حلو أن نتفرج عليه طبعا هارجع اسمع رأيك في الماتشين دول بس خلينا نروح لفاصل أخير ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل ما روح لمينة عشان يكلمنا على ماتش طبعا النهاردة مصريين هيتابعوا أكيد ليفر بول والميلان عشان نشوف صلاح هيعمل ايه كمان في ماتش مهم جدا كالمينا بيكلم عليه عبد الفاصل المان سيتي والعيبزيك لكن خليني الأول أسمع تواقع أحمد مصطفى لمواجهة الإنتر والريال ماتش كام كام النهاردة لحميد الماتش يغلص نهاردة اتنين واحد للريال مدريد اتنين واحد في سان سيرو انشلوتي بيهاجم انشلوتي ليه فكر ومدرب أصلا يعني هو مدرب بتاع بطولة أوروبا مدرب كبير وعنده خبرات ان هو يقدر يكسب الماتشات دي بتاع بتاع بطولة أوروبا على فكرة قبل ما يمشي من ريال انشلوتي كان واخد بتولة أوروبا مع ريال مدريد اه ايه ايه قصة فينسيوس وبنزيما فينسيوس يعني انشلوتي في حفلة غريبة ده بنزيما التاريق عليه من كترة ما هو بيوصل لجلو ده ويضايع الكرة ويبصي غلط لعيب عنده امكانيات بس عنده دايما تصرع يعني هو دايما مشكلته انه عنده امكانيات عنده السرعات مش طبيعية مزعج للمدفعين لكن بعد بيعمل كل حاجة ويطلع الكرة برا خالص فزدانت بنزيما التاريق عليه فالحاجة الغريبة بقى الملفتة ان فينسيوس في الموسم ده مش طبيعي يعني هو كان سبب في ان ريال يكسب تاريقات ماتشارط لغاية دلوقتي وانشلوتي طبعا تحساب له موضوع فينسيوس ده ان هو حرر طبعا فينسيوس بطريقة غريبة ومتدي له السكة بينة جدا في الملعب فينسيوس الماتش السيلتافيجو الماتش اللي قابليه برضو تحس ان هو لعيب كبير دي المشكلة الناس كلها حتى جميل ريالك بتنتقده سواء في مدريدة أو في أي مكان هو فينسيوس اتطور جدا مع انشلوتي وهيبقى طبعا سبب كبير من وجهة نظر انه يوصل ريال مدين لبناء ماتش خارج التوقعات ولا تقدر تتوقع على تيك تو مين لا قادر اتوقع قول لي انا شايف ليفر بول اقر ماتش اتنين ابطال يعني فعلا شامبينز عطول بفتك نايم نكلم على خمس القاب ليفر بول وستة أو سبعة تقريبا ميلة طبعا يعني بنفتكرة عطول فاينل اثينا وفاينل سلو بول تتفركت على الماتش ده مينة طبعا لا ملحظتوش ملحظتوش انا تتفركت طبعا لسا كنت مشجع ميلة لساعت اول ماتش يمكن في الانفلد في اجواء اوروبا من 550 يوم ريفر بول عنده اصابتين يمكن بس فريق طبعا لسا فرمينيو مش جاهز وهارفي إليت للأسف الاصابة الصعبة اللي حصلتو في الدوري في ماتش ليدز ناحية تانية اسم ميلة بيفتقد زلاطن ابراهيموفيتش اللي بشوف واحد من افضل عبين عالم طبعا واللي رجع الماتش اللي فات جابه جون على طول بعد إصابة 9 شهور مباراة حلوة مباراة نشوف فيها رتم سريع وكورة حلوة هو إبراهيغيب قد ايه تقريبا لا لا ممكن يلعب الموضوع عنده مش كلاف على الاوب الرجل تحت يعني مش إصابة كبيرة اي ليفر بول شايف منتشي جدا في الدوري الانجليزي ماشي بشكل ممتاز متصدر بشكل يعني مبدئي محمد صلاح كمان كسر 100 هدف وداخل خلاص قريب تجديد العقد أعتقد بشي بأبعيد الأجواء كلها في ليفر بول محمسة هايجد دون مش هايجد أزوع من هايجد اللي درما تقدرش تماشي واحد بحجم محمد صلاح دلوقتي الرقم عليه مشكلة كبيرة الكلام اللي بتصرف في الصحاف لكن في رأي استحقه محمد صلاح حلان بدون أي مبالغات فكرة مش يستحقها ولا ما يستحقهاش الفكرة إنه الرقم ممكن يعمل أزمة في قطة لبس في الفريق دي نقطة أكيد لسه يخش فيها مباحثات لكن أعتقد أن ليفر بول مستحيل يعني يستغنى ع محمد صلاح أهم لأي في الفريق ناحية تانية إيه سي ميلان السنة دي هو سنة تجديد الفريق الإدارة واضحة جدا والسؤال بقى اللي المستني عشاء اللي تعرف الميلان في مصر ليه جمهور كبير وفريق يعني كان مقدم أهم النجوم وفريق كان دايما بطل مرشح شايف أن نصة الميلان دي قادرة أنها تقرب من ميلان اللي احنا عارفين ولا هتعاني السنة دي وفرص الفرقتين في المجموعة بشكل عام أنا في رأيي أنها لسه بحتاج شوية وقت إيه سي ميلان لكن إيه سي ميلان حاليا في إيطاليا وطبعا تعرف كابتن فكرة الديون الكبيرة جدا في إيطاليا لكن إيه سي ميلان حاليا هو يقل الفرق عليه تقريبا 150 مليون يورو وده كان شكل الإدارة مع خلاص مالديني أنه قال جماعة أن الباب يفوت جمال قال لهم فعلا هناك في إيطاليا أي حد عايز يمشي الميلان أكبر منه مشي دوناروما ببلاش مشي هكانت شأنوغلو ببلاش ابتدأ جيب صفقات صغيرين 11 صفقة لعيبة ما بين لسه شباب صغير أو حتى إعارات أو لعيبة بشتريها وصائبة في أنديتها لسه تاخد زي سين عادل مثلا في بوردو مغير دوناروما بحرسة بشوفه رائع مايك ماينان جاي في السكة جابه من الليل كان أكتر حرس عمل كلين شيتس وحرس رقب اثنين في فرنسا الشكل العام في الميلان معجود واحد زي ستيفانو بيولي بيعرف يلعب الشباب ويوظفهم ويكبرهم أعتقد أن الميلان هيبقى جاي الميلان دلوقتي متصدر الدوري في إيطاليا ده شيء برضو بديله بوست كويس جدا في المجموعة النهاردة بتوقع مزلت على رأي ليفر بول هتكسا في الأنفل ممكن موتش بأثنين واحد أو حاجة زي كده ولكن حظوظ الميلان برضو شايفها صعبة شوية أعتقد هنشوف في اليوروبا ليج السنة في وجود أتلتك صعب نروح للمان سيتي ولعب زيك من سيتي طبعا طبعا قلو في خلاف فريق مفضل لا كمان متوقع أنه السنة دي يعني خسارة اللقب السنة اللي فاتت دافع من الضائفة اللي تخلي اللعيبة وتخلي جورديولا أكتر شراسة رغم أنه أنا شايف أنه المنافسة اللي هي لواء في نسخة الشامبينزيج السنة دي أصعب بكتير من المنافسة السنة اللي فاتت ولكن غرور بيب جورديولا ما يسمحنوش أنه ممكن يفرض مش مغرور قوي لا هو عنده شي جواد غرور جدا قوي دي كلمة قوي دي كلمة يعني جازب في تغيير طريقة لتلعب مرة واحدة هي المجموعة دي من المجموعات البيخة يعني خلوة كورة بيخة منافسة يعني أصد أقول طبعا PSG ومال سيتي دول نهائي يعني متشوفهم نهائي تبقى مصود جدا يعني ممكن لايبزيج كمان أنا بشوفه دايما فريق حلو وهي الفكرة يعني ردبل بشكل عام وكل أندال تحت إدارتها بالسكوترز أنك تستسهل تروح تجيب نجم وحنا شايفين أرقام النهاردة يعني ما تقولي مبابيب بـ 200 مليون 200 مليون دو يعني فرقة جماعة يعني يعني لو في ناس بتتعب شوية وبتبص في الفونسو ديفيس ده ما كانش حد بيسمع عليه مش عارف ايه عثمان ديمبلي نفس حكاية هالند مثلا في رويسا دورتمون ما كانتش الناس دي ما كانتش جاي بالأرقام المهولة بس ناس بتتدور بتتختار صح لازم الكالتشر بتاعة لعب زي وشالسبرغ هي يعين إدار تيربول هي اكتشف زي هالند واخدوه من المولدة والدول سالسبرغ ونفس التدريج يمكن النهاردة شايف انه الموتش طبعا في ملعب منشستر يونيتد هناك النهاردة لو جابوا جونيا والهدف رقمية لهم في ملعب الاتحاد سيتي بزبط يمكن فيه غيابات شواء في منشستر سيتي في مركز قلب الدفاع يمكن النهاردة امريك لابورتي في براء الموتش جوني ستونز براء الموتش فهيلعب النهاردة بروبين دياس وجنبو نيثن إيكي لتخلي بلك شواء عليه لأنه مدفع بعمل غلطات كتير أغلب الهفوات بتيجي من عنده النهار التاني فيه تغييرات في الفريق عند لايبزيك خسروا كذا عيب مهم مارسل سابتزر واحد من أهم لعب نصر صفقة السلسية مع المدير الفني جوليان نايجلزمن وتم استبداله بمدرب أنا بشوفه رائع جيسي مارش كان ماسك ريتبول سالسبرج في نفس الهدراب يتدرق مدير فني أمريكي هذا الرنك الأعلى مدير فني عنده خبرات كتيرة كان مساعد مدرب المتخب الأمريكي في 2010 وتدرق مع سالسبرج ومسك 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 ليبزيج ماتش يحلو فرقين بلعبوا كورة بشكل رائع ولكن السيتي آرب كتير في رأي السيتي أو السيتي صبعا السيتي آرب السيتي آرب للبطولة أو السيتي آرب للمطس السعود مع باريش سان جرمان بس مفتكرش النوع مش حاس نوع ممكن يكمل حتى المطس مش النهاردة بس مواجهة باريش سان جرمان والسيتي شايفها ازاي هتبقى مواجهة كلها كورة كلها ممتعة ان في الاتم باعبوش يدخل هو لقاء سائري مبدئا يعني سيتي معلم على البيئش سانة اللي فات بس جاورديولا في الموتشات دي بيقابل حاجة غريبة بيلعب بدون مهاجم لانه يعرف ان طبعا في باريش سان جرمان هتمسك مين ولا مين موجود المسم اللي فات كان ديمارية ومبابي ونيمار دلوقتي فيه ميسي وديمارية ومبابي ونيمار بس مش ممكن جلهم يلعب لا ممكن يلعب كلها فهو ساعات ممكن يغير طريقة اللعبية بأربعة تنين أربعة يعني اللي انت بتتكلم عليه ده معنى انه الملعب ورا مكشوف مع فرقة زي سيتي تتعبك توجعك يعني مهو هنا بقى ميسي لا ميسي بيدافع ولا مبابي حتى فينالدوم هنشوف هامل لك الموضوع صعب جدا سأنا شايف يعني هقول لك أفضل صفقة بالنسبة لي بريس سانجرمان طبعا هقول لك مش ميسي فهتستغرب أشرف حكيمي أشرف حكيمي أكتر من ميسي ودونار رومع وفينال دوم وسانجرمان يعني أكتر من أفضل صفقة عملها بريس سانجرمان أنا تفرجت عليه في المتشوات واتفرجت عليه في الانتر أنا تفرجت في الريال حتى ميشي من الريال ما شوه طبعا هو لعب ريال لعب دورتمون دورتمون من دورتمون دراحة الانتر أفضل فتراته الانتر الانتر مكنش طبيعي انتر مش طبيعي في بريس سانجرمان صعبت عليه في المتشوات يعني نحس أنه بك رأيت نموذجي طيب عايز من كل واحد فيكم يختار نجم الجولة يعني أنا شايف أن روبرت ليفندوفسكي دائما رائع ليفندوفسكي أنا شوفه دائما مطالق أحمد كريستانو طبعا كريستانو بالنسبة لي إنه هو إنه هو يدي منشستر يحول فرقة أنا شايف أن منشستر كانت فرقة عادية جدا حتى لو فيها نجوم النجوم مش شرطة دائما النجوم لازم من منشستر برضو كلهم أغلبهم لسه في بداية إنهم يعملوا النجومية مش يصوه طبعا بحجم كريستانو لكن كريستانو قدام أحساسا إنه إحنا 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 كبار إحنا فرقة كبيرة نازم نكسب بعيدا عن الفرقة الكبيرة والنجوم الكبيرة المطش اللي كان فيه كرة ممتعة أو المطش اللي كان فيه نتيجة مفاجأة من وجهة نظر مين كرة ممتعة بالنسبة لي أنا بحب جدا جدا كرة جاسبريني مع أتالنطا عمله مطش حلو جدا مبارح في لسيراميكا ملعب فياريال مطش خلس سنة اثنين وكان فيه طرد متأخر لفرانس كوكلين في فياريال مطش جميل جدا فرائي كانت أتالنطا فياريال طبعا مطش كان جميل جدا أتالنطا هيعمل مباراة كبيرة جدا قدام منشستر كبيرة جدا فرقة مزعجة وفرقة كرة محترمة جدا المطش اللي ترشحوا للناس النهاردة بجانب التلت مطشات اللي فيها فرق من الأسماع الكبيرة فيه مطش تاني تقوله للناس ممكن يشوفه فيه كرة حلوة اللي عايز تفرج على جون كتير يفتح بقى مطش كلون بروغ وبي جينار اه بقى مطش كتير طبعا يبقى مطش طبعا لا وفيه مطش يعني الميلان وليفربول ده أنا شايف انه ممكن يبقى فيه برضو أهداف لان ليفربول هياجب ليفربول هيكسب بتاعتها صهرة ممتعة ان شاء الله نتمنى انها تدي حضراتكم جرعة كده لما الموسم عندنا يسخن ويبدأ ونرجع ثاني نتبع مطشات النادي الاهلي ان شاء الله في بطولاته المختلفة بسكر طبعا ضيوفي ميناء ماجد واحمد مصطفى وصرفتونا ونوضتونا الوقت تجري معكم بسرعة استمتعنا بكم واحنا كمانتكن نفسو جدا معاك طبعا حلقة ممهازة واتشار دائما وجودك دائما معاك شكرا جزيلا شكرا دائما سايدين معاك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم على المتابعة نقابلكم ان شاء الله بكرا مطش المقاولين والاهلي طبعا ما تنسوش آخر بروفا قبل مواجهة السوبر المصري مع طلاق الجيش كل التوفيق لرجالتنا ونتقبل على كل خير ان شاء الله مع بداية الاسبوع الجاي حلقة جديدة من السادسة يوم السبت تحياتي الحضرات